قلت لي أنه أثناء عملية التكليف السيدة بلاسخارت كانت حاضرة في مكتب السيد الرئيس يعني ما هي الأهمية لحضور سيدة بلاسخارت في عملية التكليف نحن نفهم أن المتحدة تراقب انتخابات يعني كذا لكن في عملية التكليف توقفت أدهاي القضية تحياتي مرة ثانية حتى نكمل البلاسخارت هي كانت دائما حاضرة في ساحات التظاهر مع سيد الرئيس الجمهورية اللي هو كان حلقة الوصل بين المتظاهرين وبين القوى السياسية الأخرى طبعا إحنا يعني واكبنا هذا العمل شهر ومستقريبا 45 يوم في هذا الأمر مفاوضات أمور قلنا إحنا المتظاهرين لازم يكون لهم ذلك لأن المتظاهرين هم من أسقطوا الحكومة السابقة يعني هم اللي لا سياسين المتظاهرين ولذلك لازم يكون لهم دور حتى في سبيل نهدأ الشارع وبالإضافة إلى ذلك حقوقهم يعني يوجدوها من خلال الشخص هم يتقوم به فكان الاتفاق يمكن أنا حضرتك شفت الخبز الصور اللي مرفوعة وثم بعد ذلك اختارينا هذا الشخص وكانت بلا خاص موجودة فيه لحد التكليفية كانت موجودة معنا مع القوى السياسية باعتبار هي كانت تمثل يعني حلقة الواصل بين الحكومة وبين هذا كان بطلب من الحكومة أم هي طلبتها؟ لا هم المتظاهرين طلبوا أن تكون هي موجودة يعني دائما معنا باعتبار هي أمم المتحدة هي محايدة ممكن أنه تلعب دور محايد في هذا الأمر طبعا يعني هي كانت يعني دائما تدفع باتجاه أنه يعني نفذ مطالب المتظاهرين دائما كانت تدفع القتلة وثم بعد ذلك إجراء انتخابات مبكرة وكانت تدفع بهذا الاتجاه يعني صراحة هي وحتى في من ضمن الخطاب للرئيس قالت يعني لازم يكون هناك ذكر للانتخابات المبكرة ومنها القبيل هذا وبعد ذلك أيضا استمروا هم باعتبارهم مشورة يقدمون مشورة للحكومة يعني المفوضة العليا للانتخابات يعني والمكلف أيضا فهذا هو اللي كان دور بلا خاص في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر